بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلو علينا فيديوهم إن شاء الله حديثنا عن أحد الأنظمة الجديدة اللي اسمه بلاس ماينوس من شركة فيبيا بلاس ماينوس في أفكار كتير كانت مشابهة إلو بس هو بيتميز ببعض الأفكار الجديدة خلينا نشوفها مع بعض بهذا الفيديو طبعا باختصار شديد هو عبارة عن هزام بتركب إما بالسقف أو الجدار أو الأرضية وفيني رأك ركب عليه كشافات الإنارة في له إكسسوارات خلينا نشوف مع بعض تفاصيل نظام بلاس ماينوس طبعا متل ما شايفين هو شكله متل الحزام بالضبط بيجي بألوان مختلفة بيوصل الكهرباء وبيمسك كشافات الإنارة بطريقة مناسبة مناسبة لعدة نواع من الإنارة خلينا نشوف مع بعض تفاصيل طبعا نظام مثل ما قد فيك صورات العامل دائما المشترك أنه هذا الحزام هو اللي حيمشي بمسافات يمسك الكشافات ويرتبط مع نقاط التثبيت نقاط التثبيت حتى تتثبت إما بالجدار أو السقف أو الأرضية حنشوف صور على الأمثلة بالإضافة لكشافات الإنارة فنقاط التثبيت تتركب على الأرضية على الجدار أو بالسقف فبالتالي هذا بالسقف طبعا ممكن تركب على جبس أو على سقف اسمنتي فنقاط التثبيت تبثت الحزام بعدا الحزام حيمسك كشافات الإنارة فأنا فيني أركب كشافات بأنواع متعددة ممكن تكون عبارة عن إنارة منتشرة أو عبارة عن سبوتلايت متحرك بألوان مختلفة أو كشافات خطية أو بالطريقة هاي دعنا نشوف هلأ بعض التصاميم قد يكون طبعا جهاز بندنت مثل الطريقة هاي منازل أو جهاز خطي منتشر أو للأسفل أو طبعا كشافات نازلة أو سبوتلايت مثل ما لنا دعنا نشوف طبعا فيه فيديو بيوضح الصور على الموقع ممكن يتركب على السقف الاسمنتي أو بالجبس شايفين أو بالأرضية أو بالجدار مثل ما لنا فيه له ألوان مختلفين فيه له أكتر من ألوان عديدة طبعا للحزام في أربع ألوان ولأجهزة الإنارة في خمس ألوان فممكن يركب جهاز الإنارة على الحزام بنفس اللون أو بلون قريب فممكن نركب أبيض على أسود أو فمشان هيك جهاز الإنارة فيها لون زيادة اللي هو الأبيض والأسود بينما لون الحزام بيجي بالألوان طبعا بيجي بتفاصيل مختلفة ممكن نشوف بعض الصور التي بتوضح بعض التطبيقات فلاحظوا هي عبارة كشافات نازلة منشوفها مثلا مثبتي من الأرضية طالعة على الجدار مثبتي سبوتلايت بجانب الكنب ينارة نازلة بالمنتصف منتشرة طبعا لاحظوا تطبيقات مختلفة ما راح واقف عليها بس حواقف على بعض منها مثلا فوق طاولة الطعام ممكن يتركب بالطريقة هي أو بالطريقة هي بحيث أن يكون جهاز زين مثلا أو ضوء منتشر أو ضوء غير ظاهر مثل هذا نازل من الأعلى ممكن تكون مثلا مايلي ممكن تكون موجهة مثل المشايفين الحلو في هذا الاسبوتلايت إنه أحجام صغيرة طبعا مثل المشايفين ممكن يتركب بأدطرق الحزام جدا رفيع وفيه أستاكل الكهرباء وفيه كل التوصيدات وممكن يمسك كشافات النارة طبعا أكيد مصمب حيث أن يتحمل الوزن فما في مشكلة بالنسبة للوزن فكل شي محسوب طبعا تطبيقات عديدة فينا نشوفها اللي هي بتيجي بطرق مختلفة ممكن للناس تتقبل إنه يكون ظاهر بس مثلا ممكن يكون مفيد حتى ببعض البيوت إنه أنا مثلا بدي نركب ثورية بالزاوية مثلا أو خليها نازل من فوق وعليها كرات بأحجام مختلفة بالطريقة هي مثلا ممكن يكون نازل بين الدرج مثلا ممكن يكون مثلا بالزاوية فعلى جوالب السرير بدل ما نحن نحط إنارة بس فممكن يكون له تطبيقات عديدة حتى لاحظوا عند سكايلايت صعب إنارة فتحت سكايلايت تحت الخشب تركب بين الجدارين وإنارة نازل من الأعلى فكان تطبيق مناسب له تطبيقات عديدة طبعا صعب نحن نحصرها طبعا عادة يريد أن يركب مثل هذه الأنظمة يفضل أنه إما مصمم مصمم له أو النظام يعني شركة فيبيا من الأسعار العالي أصلا عالي جدا فممكن إلي حابب يشوف في الموقع فيبيا.com في عندهم منتجات كتير في عندهم حتى أصلا منتج منتجات كتير مميزة ممكن تشوفوها وفي عندهم نظام The Tube نظام شبيه ببلت بس كان سابق وأديم وكمان كان مشهور فالبلت إجا كتحديث للمنتجات واحدة من المنتجات بصراحة كتير بشوفها مميزة عندهم منتجات عديدة مميزة صحب أنا أذكرها كلها ممكن إن شاء الله يوم الأيام نمر على بعضها بس واحدة من المنتجات اللي أنا كتير بشوفوها جميلة Surface Mount Do اللي هي بتركب بالسقف مباشرة وإلها فراغ مثل Shadow Gap جانبي وإلها تفاصيل مثل طبعا لاحظوا من جوة لون خشبي مثل Shadow Gap مثل ما إلنا بركب سرفاس مونتد بأحجام مختلفة وتطبيقات جميلة وحتى ممكن يكون نصف كروي أو أسطواني ومثل ما إلنا أحجام مختلفة ألوان مختلفة بحيث أن يعطي إضاءة جميلة وحلوة وشكل أنيق طبعا يعني السعر يمكن يكون قريب الألف يورو للجهاز أو أقل شوي ممكن شوفوا الأسعار بالإنترنت بس الشركة مورخيصة بس عندها منتجات مميزة طبعا دائما بقول اللي عنده مشروع ممكن يركب أطاعتين فدائما ممكن إنه يحطها بالمكان الصحيح طبعا بعض المشاريع بيناسبها في الهاميزاني بعض المشاريع أكيد ممكن نبسط الأفكار ونأخذ منتجات مناسبة طبعا حلقات القادمة إن شاء الله سأتكلم على بعض الأنظمة الأخرى بحيث أنه إن شاء الله نستفيد من تطبيقات المنتجات مو بس أفكار تقليدية اللي يحابب مثلا بيته يتميز ميركب الأشياء التقليدية طبعا هاي ما بتناسب كتير من البيوت أنا بعرف هذا الشيء لكن ممكن نحن دائما نتميز ببعض المنتجات بعض الأختيارات متل ما عالتمو شرط أنا ممرر أسلاك بالسقف إلا إذا بتستدعي الحالة عندي مثلا باسمنت عندي بعض الأماكن اللي ممكن يكون سقف اسمنتي أو فبأحد المشاريع أنا ركبت نظام شبيه بصراحة وكان جدا لإنارة الحمد لله حلوي من شركة تانية إيطالية وسبق غطيته على قناتي باليوتيوب اسمه The Ink System اللي حابب بيرجع يشوفه وإلى اللقاء بالحلقات القادمة إن شاء الله اللي هنتكلم فيها على المنتجات وحنرجع نتكلم عن التصميم وتوزيع الإنارة بأفكار إن شاء الله مختلفة بحيث أنه دائما نحاول نعطيكم معلومات مختلفة مرة منتجات ومرة تصميم إلى اللقاء ونشوفكم إن شاء الله لاحقا